13 يوما من الرعب جعلت العالم على حفة حرب نووية حين اكتشف الأمريكيون وجود صواريخ سوفيتية على جزيرة كوبا القريبة منهم لم تكن علاقة الولايات المتحدة بكوبا في أفضل حالاتها بعد أهد الجنرال الكوبي اليميني فورينكسيو باتيستا حليف أمريكا المخلص والذي أطاح به فيدل كاسترو في ثورة المسلحة عام 1959 الذي قام بتأميم الشركات المملكة لأمريكا في كوبا ما جعله في نظر الأمريكيين دولة شيوعية على حديقتها الخلفية وضعت المخابرات الأمريكية خطة عسكرية للإطاحة بيكاسترو وجندت ما يفوق 1400 من الكوبيين على عراضيها لإسقاط النظام لكن تلاجع الرئيس الجديد كينيدي عن توفير الدعم الجوي للعملية أدى لفشلها قدمت المخابرات الأمريكية معلومات صادمة للبيت الأبيض هنا سجلت إحدى طائرات التجسس صورا لقواعد صواريخ روسية في كوبا خلال الأسابيع الماضية وبشكل لا يقبل الشك تم رصد مجموعة من مواقع الصواريخ في الجزيرة المحاصرة على اسم النهر في شرق سيبيريا صمم السوفيت عملية جريئة لنقل الصواريخ الباليستية إلى كوبا وتأسيس قاعدة قادرة على ضرب العمق الأمريكي أكثر من ستين سفينة ترافقها ثلاث غواصات أوصلت أربع وعشرين منصة صواريخ وأكثر من أربعين صاروخا باليستيا وخمسة وأربعين رأسا نووي سعدت وتر في البيت الأبيض نتيجة للتهديد السوفيتي وقدم مستشار كينيدي نسائحهم بضربة استباقية ضد السوفيت ما كان سيعجل بحرب نووية غير محسوبة للمخاطر بعد أسبوعين من القلق العالمي تلقى كينيدي رسالة تفاوض سوفيتية تدعوه للتعاهد بصحب الصواريخ الأمريكية من قواعدة في تركيا والتعاهد بعدم غزو كوبا مقابل صحب الصواريخ السوفيتية وقد كان